كنتما عارمة على العملية السياسية وقعت برأس عادل وكان لازم وانا مستقرأ الى حدث من حجيت ويا عادل وقلت لأخي أنت أخذ وزارة أقوية لما عليك بالأبية ولا بغيري ما المقصود دكتور بالوزارة الأقوية يقرر فعلا يعني يروح ينفذ ويسوي واستتخذ قرارات ويسويها مثل ما شرنا هنا مثل الوزارة الأولى اللي هم أجوا منها تتعرف حضرتك وزارة الأولى اللي أنا كنت رئيسة اللي اختارها مجلس الحكوم منها طلع عادل هو نفسه منها طلع برهام منها طلع علاء العلوان منها طلع ثامر الغضوان منها طلع محمد عبد الحكيم وإلى آخره فأخذ وزارة أقوية وروح للمجلس النواب وقلهم يا أبا هذا الوزارة لا يجي يفرضون عليك وزير منها ووزير منها ما اشتغل بهالطريقة عادل لهذا يعني حقيقة حمل كل ثقل التجربة بالسنوات الماضية يعني هنا القبول بين القوسين دكتور القبول عند الرجل بدور كبش الفداء للقوة السياسية لماذا قبله بهذا الدور؟ والله ما كان متوقع تصير الأمور بهذا الشكل على العالم أنا متوقعها شخصيا وقلت له وحشيت له وقلت له أكو غضب بالشارع ما يقبلون يصدقون أكو غضب بالشارع ما قبلوا يصدقون كان هما بوقتها من أجاني رحمة الله علي سيدة ابو عمار عبد العزي الحكيم وقل لي السيد دزن عليك نسوي قائمة شيعية وقلت له ايش لك بيها يا أخي بعد حديث طويل وقلت له أنا ما أقدر أصير ما أدخل ما أدخل ما أدخل هيش مدخلة وأحذرك من الدخول فيه هيش مدخلة لأن الحقيقة راح يصير اقتتال شيعي شيعي واقتتال سني سني واقتتال كردي كردي وإذا يصير هذا بالإضافة إلى الصراعات بين والآن تعرف حضرتك أستاذ علي يعني أكو شيء مشكلة عويصة بالعراق عدل انهيار العملية السياسية وتباطؤها وانغلاقها على المجتمع العراقي وكأنما العملية السياسية الدور في فلك وشارع العراقي في فلك أخر ما الذي جعلنا نصل إلى هذا هو بسبب سلوكه يعني أنت تعرف جيدا وحضرتك حقيقة كنت من الشخصيات البعرزة في العمل ضد نظام صدام حسين كان دائما الأدبيات تقول أن نظام صدام حسين وصل إلى مرحلة أنه بات لا يقرأ مشاعر الناس ولا أوجاعهم ولا آلامهم وانفصل عنهم انفصالا تاما ما الذي جعل معارضوه وأنت منهم يصلون إلى مرحلة وقعوا في الفخ ذاته أنه انفصلوا عن آلام الناس والله أنا ما لدي أنزه نفسي بس أنا منذ البدء يعني من شنا في مجلس الحكم أساساً احنا شنا متذكر حضرتك احنا شنا ضد الاحتلال احنا مع تغيير النظام من الداخل لكن صار ما صار وانتهينا إلى ما نحن فيه وصرنا في مجلس الحكم وتتحذر من ذاك الوقت أقول لهم لا تسوين اشتثاث البعث حاولوا للقضاء لأن لا تخلقون طبقة من 5-6 مليون أدمي معادين لكم ما سمح أحد سمعه وتبروا أنه كأنما المنتصر هو اللي يسوي كيفه بكيفه النهج نفسه ما زال ما زال ما زال ما زال نهج يعني نهجي العداء شيء من الانتقام حصاً بل ناس حكي طبعاً وبعدين الانقلاق الطائفي المذهبي شنو الفرق بينني وبين السني وبين الكوردي وبين العربي وبين تركوماني وبين الآخرين وبين الشيعي وبين السني شنو ماكو فرق أساساً قوة المجتمع هو بتلاوينه وتشكيلاته مو ضعف المجتمع هذا بس إحنا حولنا إلى ضعف أتذكر أنا بكل وضوح مثلاً مسائل مهمة تعرف حضرتك الرجعنا الجيش ما كان حنح الجيش محلول ما نبرنا منه شيعي ومنه سني ومنه كذا ومنه رجعنا بالمجوع ثانياً نحن وقفنا الاشتثاث البعث حتى بوقتها الأخ عاد النفس جاني قل لي أكو اثنين ثلاثة أو واحد في وزارة المالية كان وزير مالية كنت تكتب له يعني الغاء الاشتثاث قلت له مسوينا قرار إلا علي تهمة قتل أو السرقة يلا يروح للاشتثاث وإحنا دعنا نشتغل قلت له عادل الآن على قرار بتحويل الاشتثاث إلى القضاء شنو بكيف نتسيس اللي عجبنا الساعة كوناوس في قمة الهرم السلطة كانوا بعثيين صدامين الصح صلان لا لا صحيح بل من أسوأ البعثين ومن أسوأ البعثين والصدامين ليه شيء يعني شنو القصة فالحقيقة له حولت أهنا وأنا وقفت ضد الطائفية ولهذا ما اشتركت أساسا قلت له لعبو عمار رحمة الله علي قلت له أنا ما اشتر رئيس قلت له وقلت له جدد في رأسة الوزارة السعيدي قل له نالتني حتى تبقى رئيس وزراء فأضحكت قلت له أنا مجلس مجلس حكم قلت لك اختارني رئيس وزراء هذا أولا ثانيا نحن رجعنا المؤسسات حسننا الرواتب نزلنا وإلى آخره وثم بدينا نقرب مؤسسات بالبلد الآن ماكو مؤسسات بالبلد